أزول فلاو مرحبا بكم في حلقة جديدة من فاس بيوز إليكم أهم مميز هذا الأسبوع أكدت الإحصائيات أن أغنية براين لكاشا قد تجاوزت 200 مليون استماع على سبوتيفاي وهي الثالثة على التوالي تشارلي بوت لا زال في جولته العالمية لألبوم فويس نوت كما أنه سيؤدي أغنية The Way I Am يوم 17 يوليو في برنامج فيلونتنايت والمعجبون لم يتوقفوا عن التعبير على حبهم ومدى فخرهم به على تويتر تحت هاشتاج شارلي بوت تور وفويس نوت ما رأيكم بأغنية The Way I Am نزلت قبل لحظات قائمة المترشحين لجوائز الـ VMAs لهذا العام وحسب ما يظهر فكاردي في بيونسي وجيزي يتصدرون القائمة بأكبر عدد من الترشيحات يالي كل من Childish Gambino بأغنية This is America اريانا بـ Not Tears Left To Cry دريك بـ God's Plan وهافانا لي كاميلا كابيو يذكر أن الحفل سيقام يوم 20 غشط المقبل من Radio City Music Hall مايلي سايروس مسحت كل منشورتها على انستغرام ووضعت صورة سوداء في الـ Profile وعندما سألناكم في المنتدى أغلبكم أجاب بأنها ربما تعاني حالة اكتئاب أو تريد تغيير حياتها وهناك من قال أنها تقلد تيلور سويفت وزين مالك لتنزل ألبومها الجديد ولكننا بعدما بحثنا عن السبب الحقيقي لم نجده لكن الكثير من الإشاعات تقول أنها ربما ستتزوج بليام هيمسورت أو أنها فعلا تزوجت أعتقد أننا سننتظر نحن وأكثر من 76 مليون متابع آخرون وأنتم ما رأيكم شكرا لكم على المتابعة لا تنسوا مشاركة الفيديو مع أصدقائكم إلى اللقاء في حلقة قادمة نحبكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر